الاجرات القديمة بعد المخاوف والأمال. اهلا بكم. ادعوكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. اصار تعديل قانون الاجرات القديمة بالنسبة للوحدات الغير السكنية جادلا حدا يعطي اصحاب العقارات بسيط امل لكنه يصير مخاوف بين المستهيرين. وفق رئيس الجمهورية في 13 مارس على تعديل قانون الاجرات القديمة حيث التنفيذ حيث ان هذا التعديل يتعلق فقط بالوحدات الادرية المستجرة من قبل الاشخاص الاعتبارين لكنها بداية. يقول الخبير الاقتصادي وليجاب الله ان الدولة المصرية بدأت مرحلة الاصلاح المؤسسي وتفتح كل الملفات القديمة التي هجرت منذ سنوات. الشخص الاعتباري هو مجموعة لها وجود قانوني بشكل عام. هي مجموعة من الافراد تجمعه لانجاز شيء مشترك يميز القانون المصري بين الاشخاص الاعتبارين الخاضعين للقانون العام. مثل الدولة والهيئات الايدارية والاشخاص الاعتبارين للقانون الخاص. مثل الشركات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني. ينص قانون الايجارات القديمة على تجميد الاجرات دون تحديد مؤلاء لانتهاء عقد الاجار. هكذا يتم تأجير الشكك في القهرة وفي قبرى الموضة المصرية منذ عقود بمبالغ زهيدة لا تتجاوز عشرين جنيا. ثم توريس هذه الشكك بشكل وراسي لابناء المستاجرين العصليين على مرة سنين. وجدوا الملاك انفسهم مجردين بطريقة ما من شكاكم التي لم تعد تجلب لهم اي شيء بالاضافة لذلك اعتبر المستاجرون شكاكم حقا مكتسبا يمنعهم الكنون القلبية من المتقاعدين الذين لا يستطعون تحمل كيمة الاجرات الحالية والذين لا يسمع دخلهم لهم باستجار شكاكم وماسي لا يزعمون انهم دفعوا جزءا كبيرا من سمن هذه الشكك كوادئة عند ابرام عقد الايجار. التعديل يجلب توزن المعينة لهذه العلاقة بين الملاك والمستاجرين وتنص على ان يتم مضعافة ايجار الوحدات الادارية الموجرة للكينات الاعتبرية بمقدار خمسة من شهر مارس ثم يقضع لزيادة سنوية بنسبة خمستاشر في المائة لمدة خمس سنوات. قبل انهاء عقد الايجار نهيا واعادة المستاجر للوحدة المستاجرين يعود قانون الاجارات القديمة الاقصى من قرن يعود تاريخ اول قانون ينظم العلاقة بين المالك والمستاجر العام الف سمائة وعشرين. وبموجب هذا القانون لا يمكن اخلاء المستاجر من المسكن الا بقرار من المحكمة على اساس عدم دفع الاجار. في عام الف سمائة واربعين وسط اضطرابات الحرب العالمية الثانية صدر قانون يمنع المالك من زيادة الايجار السمى بعد ثورة يوليو الف سمائة وخمسين تم سنة عدة كوانين لصراح المستاجرين من عام الف سمائة وخمسين لعام الف سمائة وخمسة وستين تم تخفيض الايجارات بنسبة 15 في المائة الى عشرين في المائة. وفي الخمسينيات وستينيات من القرن الماضي اشرفت الدولة على العلاقة الايجار حدد مبلغ الايجار في الوقت الذي كانت فيه استرع خضاعه للتسعير الاجباري. لكن مع اقتصاد السوق وتحرير اسعار السرع والخدمات لم يتم تحرير الايجارات في عهد عبد الناصر. خفضت الدولة الايجارات ثلاثة مرات ينبغي على الحكومة مضعقبة بعد زيادة الايجارات تدريجيا للحفاظ على التوازن بين المالك والمستاجر لكن لم يتم فعل شيء. يقول جبل صدر قانون الف تسعمائة وعلى وتمينة يلزم الطرفين المالك والمستاجر بالمساهمة في صيانة المباني وزيادة ايجارات الوحدات غير مخصصة للسكن. بينما تدخلت الدولة المرة الاخيرة في عام الف تسعمائة ستة وتسعين باصدار قانون الايجارات الجديد والتي تحدد الاول مرة مدة الايجار. تدابير ملموسة. في السنوات الاخيرة اقترح العديد من النواب مشاريع قوانين لحل الازمة سواء عن طريق زيادة مبلغ الايجارة وعن طريق تحرير العلاقة الايجارية بعد فترة محددة لكن هذه النوايا الحسنة لم تصفر عن قانون ملموس. في اغسطس الماضي القيار رئيس الجمهورية حاجرا في المياه الراكدة للاجرات باعلانه ان حل المشكلة يكمن في زيادة عدد الشكك. هناك الشكك في وسط المدينة موجرها بعشرين جنيا وتبلغ كميتها الملايين. وقال للمستاجر الحق في البقاء هناك ولكن المالك ايضا الحق في التمتع بكيماته. واعتبرت هذه التصرحات علامة لان الدولة مصممة على حل مشكلة الاجرات القديمة منذ عقود هكذا شكل مجلس الوزراء اللجنة مقوانة مؤسسين للحكومة. وعضاء المجلس هناك تشريعين لصياغة مشروع قانون شامل يحكم العلاقة الاجرية. مشروع يعرض على حوار المجتمعي قبل عرضه على مجلس النواب. لخص رئيس الوزراء فلسافة هذا القانون في تصرحات مفادة انه ستكون هناك زيادة تسريعية في الايجار. ومهل اللغاء عقد الايجار وانشاء سندوق لمساعدة المحتاجين الذين لا يستطعون نحن نتحدث عن تغفضات المستاجرين الذين يريدون ان يصبحوا مالكين لوعدات بناتها الدولة واضح جغلة على وعلى ذلك جرر محامي عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان ان الحوار المجتمعي مهم من الغاية فيما يتعلق بهذه القضية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة العديد من المصريين يقول شيحة يتعلق العمر بالموازنة بين مصالح الملاك والمستاجرين. في هذا الصياق سيكمن الحوار المجتمعي في تحديد مقدار الايجارات الجديدة بعد الافراج عن علاقة الايجار وكذلك الفترة التي تسبك هذا الاصدار المقتلحات العديدة يمكن ربط الايجار بالحد الادنى للوجود وكيمة الوحدة التي تحددها ضراب الملكية او التضخم او كيمة المقابلة للزاب وقت الايجار. كما يقول جاب الله بينما يقدر رئيس منظمة حقوق الانسان ان الوقت الايطار خمس سنوات للوحدات التجارية وسبح سنوات الوحدات السكانية. مشكلة صعبة. مفقر لا اخذ تقرير الجهاز المركزي للتعباعة العامة والاعصائية يبلغ عدد الوحدات المستاجرة بمجاب القانون القديم ثلاثة ملايين وعدة اي واحد وتامين في المائة منها تقريبا للاسكان. فيما تم اغلاق مليون وعدة اجمالا وغير مستخدمة من قبل المستاجرين الذين يكونها مغلقة بسبب انخفاض الايجار وغياب قانون يلزمها بعادتها لاصحابها. لقد تضال حجم المشكلة بشكل كبير مع زيادة عدد المساكن التي تقدمتها الدولة في السنوات الاخيرة. وفقا للجهاز المركزي للتعباعة العامة والاعصائية تألف سكان مصر من اربعة وعشرين مليون اصلة تقتنفى اربعة وعشرين مليون وحدة سكنية. منها ما يقرب من اثنين مليون مستاجرة بمجاب قانون الاجرات القديمة. ولاضافة ومع ذلك ليمكن حل المشكلة بين عشية وضحاها من الضروري. حل المشكلة خطوة بخطوة على سيبيه للمسيان سيكون من السهل في السنة الاولى مع لجهة الشكك المغلقى ثم الاشخاص الذين يمتلقون شككا اخرى. ثم الاشخاص الذين يمتلقون شككا اخرى ثم الاشخاص الذين يتجاوز دقلهم الحد الاقصى للرواتب. بحيث يتم اطلاق ما لا يقل عن خمسمائة الف شكة سنويا. وفي هذا الصياق ينصى عصام شيحة جميع المستعجين بعد منتظر صدور القانون البدء فورا في حوار مع اصحابها للتوصل لحل وسط. سيتم صن القانون انه امر لا مفر منه اختتم شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان.